مع تعدد مصادر الأعمال وزيادة التسهيلات من الجهات الحكومية من أجل تعزيز تواجد الشباب السعوديين في مختلف المجالات والأطشط التجارية صرنا نشوف اليوم كثير من الشباب يتوجهوا للعمل الحر إيش هي مميزات العمل الحر وإيش هي مجالاته الأكثر ربحا هنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم معنا في الاستيديو الأستاذ جمال الفضلي مستشار في التخطيط والتسويق أهلا وسهلا بك أستاذ جمال أهلا ومرحبا حياكم الله وأشكركم ألف شكر على تصدافة المرة الثانية حياكم الله وإن شاء الله نفيد المشاهدين نطورنا دائما على سيرة التطوير نتكلم عن هذه التطورات أو تطورات عفوا اللي بنعيشها مؤخرا بنشوف أن الشباب يتوجهوا لأكثر من عمل حر في نفس الوقت أريد أن أعرف كيف تغير المفهوم عن السابق بما يتعلق بالعمل الحر هو ما تغير بس أول كان في التجارة التقليدية موجودة العمل الحر فمثلا يفتح لمشروع خاص بيزنس خاص له يسترزق منه هذا اللي صاير الآن تغير ودخل معها التجارة الترونية وتسويق التروني فمع اللي صاير هذا اللي هو التسهيلات التسهيلات تقدم بالتغنية والأشياء هذه كلها صار الناس يعني يتجهون إلى التجارة الترونية والطلب حاليا صار في نمو عالي على التجارة الترونية مغارنة بالتجارة الترونية غير كذا التكاليف اللي موجودة بالتجارة الإلكترونية يمكنها أقل تكاليف من اللي هي التجارة الترونية صحيح فاللي صاير إيش اللي صاير إنه أغلب لهم التجارة متشهين إلى تجارة الترونية بسبب الأنظمة اللي جاتت جديدة بأنظمة السعودة الأشياء هذه كلها زين والرخاص والأشياء هذه كلها فهناك فيه صعبات يعني موجودة عندهم هناك العكس في التجارة الترونية في تسهيلات أكثر صحيح فهي تحفز يعني تحفز التجار أو أصحاب الأعمال ينتقرون من التجارة التغليدية إلى التجارة الترونية غير إن حياتنا تغيرت أستاذ جمال يعني إحنا كمستهلكين صرنا نفضل الأونلاين شوبينج يعني نفضل المتاجر اللي يعني نستخدم فيها تطبيقات أو غير يعني عن بعد طيب خلينا أيضا نتكلم عن أفضل ويعني خلنا نقول أكثر تأثير في موضوع التسويق بما أنه تخصصك يعني أنا عندي منتج الآن أبغى أسوق له في وجهة نظرك أفضل طريقة للتسويق اليوم هي أفضل طريقة التسويق أنا أنا أعرف العميل وش أبغى أي العميل وش يعني وش المشاكل اللي يعني فيها وش المشاكل اللي عندها وأنا لازم أشوف منتج حلال مشكلة الرغبات اللي عندها الأشياء هذه كلها نعم فأنا لازم أعرف أدخل راس العميل زين إذا دخلت راس العميل أعرف وش اللي أبغى أنا راح ألبيها له جميل طيب كتبت مرة تغريدة كنت تقول فيها قلنا نستعد هذه التغريدة يا جماعة المفروض يغيروا اسم العمل الحر إلى عمل غير حر ليش وش اللي قصفت من هذه التغريدة أول شيء العمل الحر وشو العمل الحر إنه يكون عندك استغالية مثلا في تختار 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 اللي تبغاه طيب تختار مثلا العمل اللي تبغاه الشيء اللي تحبه وكذا بس هذي جات فاصلة كيف مثلا الواحد يعني زي ما تقولون يبغى يشوف حياته الثانية وكذا فمع أكثر من العميل مثلا هذا مستعجل عميل واحد عميل اثنين عميل ثلاثة عميل أربعة فكل واحد يبغى شغلة تتخلص اليوم زيان فهنا المشكلة هنا عشان كذا جات الفاصلة وكتبتها شكرا كنت مضغوط وقتها ايه وقتها مضغوط يعني واتصاب رسائل في تويتر في الأشيادة كلها فجات الفاصلة وكتبتها طيب خلينا أيضا نتكلم عن التصاريح اللي اليوم موجودة وسهلتها لنا الدولة مشكورة طبعا مثلا عندك وثيقة العمل الحر عندك معروف عندك هذه التصاريح اللي يحتاجونها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عشان يمارسون نشاطهم يعني بصورة قانونية داخل المملكة كلمنا عن الفرق بين كل واحد الفرق مثلا بين أنا اللي جاء على بالي معروف ووثيقة العمل الحر وش الفرق بينهم وأيضا مميزاتها وشروطها هو شيء وثيقة العمل الحر وشي تصدر من وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية عشان تسهل إجراءات على أصحاب الأعمال يقدر افتح فيها حساب بنكي تمام يقدر يراجع فيها أي من شاء حكومية يأخذ تسهلات القروض والأشهادة كلها فهذه تساعدة بس اللي صاير المفهوم الغلط عندهم أنه وثيقة العمل الحر إثبات لك أنك أنت قدرت مارس يعني زويت قلونا يعني أنا إذا صارت مشكلة ولا حاجة اعتقاد منهم أن أقدر أشتكي الشخص هذا لا ما يقدر أشتكيه فهذه بس تسهلات حكومية إذا جينا نشوف منصة معروف وش اللي نحصل فيها منصة معروف هذه السابقة خلاص حين تسكرت ونتقر إلى منصة الأعمال تبعوزار التجارة هذه هي اللي مثلا اللي تضمن حق العميل وتخليك تثقة أكثر فالي يبغى مثلا يدخل على مثلا هذه منصة الأعمال ما لازم يكون عندها أما وثيقة دعمها الحر أو سجل تجاري يقدم مثلا يمارسي أمان يعني بس عفوا أنا ودي يعني يعني أتأكد موضوع معروف يعني معروف الآن اللغة من النظام معروف الآن وبسايت موجود زين اللي يدخل يسجل في معروف ريدا يرقت على منصة الأعمال يعني أخذه ويحاول على طول إلى منصة الأعمال هم توهم بدين فيها لأنه عادة بنشوف أنه في كثير من ناس اللي يعني عندهم تجارة إلكترونية تحديدا يقول لك مثلا سجل فيه معروف أو مثلا وثيقة عمل حر وغيرها لما نتكلم عن هذه الشيء اللي مفروضة أن تكون مذكورة للمستهلك هل هذا معناه أن التاجر هو اللي قاعد يحمي نفسه أو حماية للمستهلك؟ هي التاجر أو شيء يسعى المين؟ يسعى لوضع عميلة يسعى مثلا أن يكسب الثقة يعني الثقة يكسبها من العميل عشان يزينه مخاوف ويزينها كلها يقول أنا مثلا معي مثلا مثلا مستجد مثلا في منصة معروف في العمل الحر كده بس يزينه مخاوف بينه وبين العميل فهي كل فيها فائد لطرفيني في حماية أصد الطرفين نعم أيضا نتكلم عن بنك التنمية الاجتماعية اليوم في المملكة عندهم تمويل للأعمال الحرة وللأشخاص المهتمين في هذا المجال يليت لو تعطينا نبذة سريعة عننا اليوم عشان نفيد للمشاهدين هو تمويل يصل إلى 120 ألف تقريبا في إيلة رسوم إدارية 7500 تقريبا تلقصهم منها استهدف مواطنين من 18 إلى وفوق تقريبا إلى 60 أو كده يكون عندهم آيبان حساب آيبان يكون عندهم عنوان الوطني عشان بس يحصلون على التمويل بس الشروطها يعني أنا الآن عندك مشروط هذا اللي أنا حين قلتك يعني مواطن مواطن العمر العمر 12 وفوق طيب ما يحتاج يقدم له مثلا دراسة جدوى أو يعني فكرة المشروع بس كده على دراسة جدوى هذا مع معهد ريادة أوكي معهد ريادة أقدم معهد ريادة بعدين سوى معي مغابلة شخصية على المشروع بعد ما أجتاز المغابلة أدخل معه مثلا سبوعين ثلاثة في دورة تدريبية مع استشاري محاسبي جميل أيوة ورسم ألف ريال ويمكن أقدر أفيد الأشخاص أنه موش شرط أنه أنت يعني تأخذها لكي تمويل نعم تقدر تدخل تمويل من عندك نعم ويكون معاك مثلا استشاري سبوعين ثلاثة ممتاز في نفس الدورة وهي بتطلع بمخرجاتك كويسة أنا بعض المراح يتجى كويين يتجى مثل الشركات السيارية وهو ما عنده مبلغ يمكن يتسلف مبلغ فوق المئة ألف مئة ألف وخمسين ألف بس عشان الدراسة هي هو توصل إلى مئة مئة وخمسين ألف أي طيب هذي يحتاج لها كفيل أو لا لا يحتاج لها كفيل بس إذا هو جاء بتنويل من عنده خرص تنويل له هو بيشعر التنويل كامل لا يحتاج كفيل فبالتالي يكون معه مستشار بس حتى يعني زي ما يقولوا كده يقولوا اش هي الخطوات حتى اش هي الخطوات اش مثلا الدراسة الفنية والتسويقية ولا الشيء هذه كلها ومحاسب المستشار في التخطيط والتسويق لساد جمال الفضلي شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا ألف شكر على الإصلاف وعلى تحت الفرصة وإن شاء الله فاتح جميع الشيء شكرا لك الله يحنا المفروض نحمد ربنا في اليوم ألف مرة نحنا نعيش في دولة قاعدة تدعم الشباب والبنات حتى اللي عندهم طموح تعال عندك فكرة راح نساعدك راح ندعمك راح نمهد لك الطريق فالحمد لله ألف مرة فعليا شباب وبنات اللي قاعد يسمعنا اللي قاعد يشوفنا استغلوا النعمة اللي أنتوا فيها اليوم وإذا عندك فكرة لا تخلينها مجرد فكرة ولا تخليها مجرد فكرة بالعكس طبقها وراك ناس راح تدعمك وراك دولة راح تدعمك وفعلا اللي قاعدين نسمعه ولي قاعدين نشوفه اليوم حتى التأهيل والدورات اللي ذكرها الساد جمال جدا رائعة وأكيد كل الشكر لكل القائمين عليها مشاهدينا فاصل قسير ونرجع اشتركوا في القناة y assembly